اشتركوا في القناة شوف شو صار بالوقت اللي صار عارف انه الان كانت كل الوقت عم تخبي عنه غسل الاموال والعلاقة متوترة خينا نشوف كيف عرفت مكاني؟ دقيت لك كتير وبيسان كمان دقتلك بس ما كنت تردي علينا ما سمعت خلص المهم انك اجيت هلأ بدك تسامحني؟ انا مستعدة اسمع اي شي بدك تحكي مستعدة ادفع التمن وصلح غلطي بأي طريقة المهم تقدر وضعي وتسامحني ما اجيت لنحكي بهذا الموضوع لماذا اجيت؟ صار مشكلة جديدة شوفي؟ صار حدث شو قصدك؟ أصالة صار لا شي؟ لا أصالة منيحة منيحة الحمد لله لا كان شوفي عمر شوفي البقية بحياتك امك توفيت خبر كتير صعب ومقصات جديدة تنضاف لا مقاسة هل هالشي رح يخلي عمر يعني يحن قلبه ويرجع يكون عم يسامح ايلان على الغلطة يلي عملتها لما خفيت عنه موضوع بها الخطورة بدنا نشوف بالحلقة 41 الليلة على شاشة الامتي في الساعة 8 ونسخة نشوف ما شاهد عمر انا حبيبتك رفع راسك وتطلع بعيوني منيح انت اكتر حدا بيعرفني على حقيتي لا انا ما بحرفك وما عرفتك ابدا انت غريبة عني مثل اول مرة لتاهينة شو قاسة شو معقول ازان حلقة جديدة الليلة من علشق الاسود الساعة 8 ونص على شاشة الامتي في اما الساعة 9 ونص فمننتقل لها مواضيعنا نحن مع بموضوعية مع زميل وليد عبود والموضوع اليوم رح يكون وسط بيروت لمين وليش اختيار وسط بيروت لكل هالحراك وطبعا الرجال الاعمال عندهم اعتراض على هالموضوع خينا نشوف بين صوت الشارع وصرخات الاقتصار احنا لن نسمح بانه تقطع اعناق التجار في الوزن رقوط الحراك وسط بيروت لمن ملف يفتحه وليد عبود مع ممثلين عن الهيئات الاقتصادية وممثلين عن المجتمع المدني بموضوعية الليلة التاسع والنصف مباشرة على الامتي في طبعا باللبنان دايما الكلمة ونحقه لكن كيف بنا نوصل الى نتيجة مردية للجميع تنشوف زينا احنا على الطريق الصحيح ننتقل هلأ لعند شاف مارون وعند ستيفاني بتايستينج اشتركوا في القناة